موسيقى وسط أجواء تحمل في طياتها روحاً مصرية خالصة وبحي الجمالية العريق بالقاهرة وبالتحديد في ضرب الحجازي كانت نشأة شيخنا الجليل الشيخ علي محمود وبداخل أروقة مسجد السيدة فاطمة أم الغلام كانت البداية حيث حافظ الشيخ علي محمود كتاب الله تعالى داخل كتاب المسجد يصبح فيما بعد سيد القراء وإمام المنشرين وبساحة مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان الآلاف من المحبين يهرونون كي يحجزوا أماكنهم قبل صلاة الفجر يومياً ليتمتعوا بفضيلة الشيخ علي محمود وبصوته الفريد الدهبي وهو يتلو كتاب الله تعالى مرحب من جديد بحضراتكم ولسه الحديث متواصل حول فضيلة الشيخ علي محمود رحمة الله عليه مرحب أيضاً بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم أهلاً بكم صاحبية أهلاً وسلم أهلاً بكم كان من الواضح كده ومن سيرة فضيلة شيخ علي محمود إن مقتم الملك فؤاد سنة 36 كان نقطة التحول بالنسبة له مش كده؟ ما بسميهاش أنا نقطة التحول بقدر ما سميها الفرجة التي استطاع أن يدخل منها لأنه علي محمود كان مشهوراً وكان مرجعاً وكانت الناس بتروح إليه من كل صومه زي ما قلنا أم كلسوم وعبد الوهاب وأسمهان بالإضافة إلى طه الفشني بالإضافة إلى زكريا أحمد ناس كبار قوي كانوا يذهبون حتى يتعلم بالإضافة إلى الشيخ درويش الحريري حاجة حاجة تانية فهو موجود لكن مش عارف يوصل للإزاع فجه مأتم الملك فؤاد رحمه الله تعالى والمأتم ده استمر ثلاثة أيام على ما جرت عليه العادة أن الكبار والأعيان وكذا يقعدوا ثلاثة أيام لأنه لا حدادة فوق ثلاث فبرضه بيلتزموا بالحديث النبوي وفي نفس الوقت بيحيوا الليالي دي مين اللي بيحيي هذه الليالي ثلاثة الشيخ محمد رفعت الشيخ محمد الصيفي إمام الأئمة وبدر التتمة علي محمود بيقروا والإزاعة بتزعلهم على الهوى فبدأ الناس يسمعوا حاجة خطفتهم خادتهم وقفتهم لغاية مكان من ضمن الحاجات عبد العزيز البشري ابن سليم البشري شيخ الجامع والأديب المعروف عبد العزيز البشري الله يرحم الجميع عبد العزيز كان أديب وكان صديق حافظ إبراهيم وكذا إلى آخره وكان ليه كده طرف فمن ضمن الطرف بيقول إيه الشيخ علي محمود لما بيقرأ بيعطل السماء فقالوا له بيعطل السماء يعني إيه قال ما الطيور بتقف تسمعوا يلا الدرجة دي فبيحصل زحاب وقعني بيحصل زي العربيات لما إيه تسد الشوارع وقفة علشان يفكرنا ده بالراجل الكومساري المسيح اللي كان بيوقف خط خمسة من الترمواي علشان مسجد فضل يسبع فيه الشيخ ريفعت فوقفت الدنيا ليه قال علشان علي محمود بيقرأ مين اللي وقف بقى اضطير في السماء شوف الخيال بتاع عبد العزيز البشري رحمه الله وشوف بيقول كده ده بيقول الله ده أنت هجان ده أنت كده وقفت حركة السماء السماء هم مشيين في الفضاء الفسيح لكن بالشكل ده يقفوا طب ما لما يقفوا يا عبد العزيز يقعوا لكن المهم الحتة الخيالية بتاعته دي الحلوة اللي بيوصف بيها سيدنا الشيخ علي محمود فعلي محمود دخل الإزاعة من هنا قالوا له لا تعالى بقى وفي يمكن سنة تسعة وتلاتين حاجة زي كده كان هو وصل شغرته إلى إيه إلى أنهم خدوه في الأزان وفي القراءة في السينما المصري في السينما في السينما 1933 اشترك في فيلم اسمه أولاد مصر وفي 1936 شوف قبل ما يدخل الإزاعة بقى 39 اشترك في فيلم اسمه الحل الأخير واخد بالك ده يدل يدل على انتشاره وتمكنه من من الحاجة بس هو الإزاعة هي اللي اتأخرت شوية علشان حكاية الجمع بين الإنشادي والتلاو فضل يؤدي ما عليه حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة 1943 ومعنا عشرين من القرن الماضي يبقى 63 يبقى اذا انتقل وهو ابن 63 سنة هذه الشخصية المبدعة هذه الشخصية فيها أستاذية وكان أداؤه وصوته مبهر رحمة الله على فضيلة الشيخ يعني واحد من أعلام القراء الشيخ علي محمود يعني طبعا كنا نتمنى أن نكون في إرثه ويصلنا أكتر من كده ولكن يعني على كل رحمة الله على كل حال مصر ولد طبعا مصر وعلى كل حال بايم بايم في هذا البرنامج اللي بنذكر فيه الأكابر دول على سبيل المثال طبعا ولكن حصر ما هنالك من دولة القراءة متعذر طبعا لأنه شفنا إزاي بيخرجوا وبيخرجوا بسهولة طبعا ليه لأنه الجينات جهزة والبركة جهزة وربنا سبحانه وتعالى يقدر لهذا البلد الخير كل يا رب اللهم أمين شكرا جزيلا في الدكتورة عليكم أهلا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتكم لحضرتكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء